لابد من سلاح يفوق قدرة الرصاصة والساروخ سلاح المعنوية المعبئ في اذهان قادة حركة طالبان يؤكد هذا تقرير الوكالة الفرنسية بعد ان وقعت واشنطن اتفاقا مع الحركة المتصدرة في افغانستان لصحب القوات الامريكية بالكامل من البلاد بدأ الطالبان الركوب على موج هبوط المعنويات ونشر الخوف في قلوب سحفيين وناشطين وبث دعايتهم النفسية بسردية النصر المحتم لعناصرها وكيانها السياسي والعسكري عامل اكبر تكشفه الصحف العالمية يرسخ مبدأ الضغط المستمر الذي مارسته الحركة على مسؤولين للاستسلام وعقد صفقة الحوار والهدنة والتعاون كان العلمان الاكبر لطالبان هو صناعة الحرب النفسية التي لا تخسر فيها رصاصة واحدة او تراق فيها قطرة دم وهو العامل الذكي الذي لم تنتبه له واشنطن بعد حديثها اليوم عن ظهورها بسرعة تسييد طالبان المشهد في البلاد ما لم تكن تتوقعه قبل بدء الانسحاب الامريكي ومع برز السؤال الاكثر شيوعا في ساحة العالمية عن غياب القتال للجيش الافغاني على الرغم من انه الجيش المجهز بمليارات الدولارات والذي يصل تعداد جنوده الى ثلاثمائة الف مقاتل الا انه كان ذو جهوزية على الورق يكشف الخبراء عن فساد وضعف قيادة في الجيش ونقص في التدريب والمعنويات على مدى سنوات مكامن خلل فادحة وخطرة تكشف ما قد يخدم دولا باكملها سيما التي تعاني من وجود فصائل خارج على القانون كالعراق او وجود خلايا للارهاب قد تستثمر ضعفا وفسادا في مفاصل الدولة هنا او هناك ما يتيح للعراق الحصول على اسرار تجربة واقعية اذهلت اعظم دولة في العالم بعد سرعة سيطرة حركة على دولة وقلب موازين تاريخها السياسي رأسا على عقب اشتركوا في القناة